استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشويعي الصيني ووزير الخارجية وانجي وذلك في إطار جولة في إفريقيا تشمل كل من مصر وتونس وتوجو وكونديفوار وقد بحث أبو الغيت وانجي مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة القضية الفلسطينية وما يمر به قطاع غزة في ضوء الحرب الغاشمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين والتي أفضت إلى وقوع كارثة إنسانية مروعة وأكد أبو الغيت خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تربط الدول العربية والصين وتطور علاقات الصداقة والتعاون القائمة بينهما منذ بدء تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004